وجهت الحكومة بتسريع خطوات تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات لإنشاء شبكة ألياف ضوئية لقرى المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة وقالت وزيرة التخطيط وتنمية الاقتصادية هالسعيد أنه يتم تنفيذ مشروعات شبكة الألياف ضوئية والموزعة على 52 مركزاً ويستفيد منها مليون مبنى في القرى المستهدفة بتكلفة تبلغ أكثر من 5 مليار و800 مليون جنيه